دعم المباشر الممنوح كنا نرهن اليوم على الإصلاح بالتدريج وترجى في الخطاب ديال الصعب جلاله وسيكون لنا الوقت الكافي لوضع الإجراءات والبرامج المصاحبة لحماية الطبقة المتوسطة واللحتي نحن عازمون إن شاء الله على مواكبتها حنا اليوم كان عندنا النقاش مع النقابات بثلاثة وقلنا بيننا كنرى يعني الطبقة المتوسطة ووعدناهم بأننا سنقلسوا معهم قبل آخر السنة ونقوموا معهم بشكل برنامج لأن هذا الطبقة حتى يكون لديها يعني في التسكيسيون مع النقابات بعض الحلوان إن شاء الله سنجوا بها وهذا شيء إجراء بي وكما سننسوا حتى شيئا أنا لا أتكلم أختنم هذه الفرصة لأذكر أن الحكومة بعدما عملت في إطال حوال اجتماعي على الرفع من الحد الأدنى للأوجو في القطاعين العام والخاص بنسبة 10% ورفع من قيمة المعاشات في القطاع الخاص بنسبة 5% وعملت على الرفع في أوجو عدد من المهنيين الأساتذة أطباء الممرضين أساتذة التعليم العالي وبعدما عملت على تخفيف العبء الضريبي على الدخل بالنسبة للأوجوه والمعاشات المتوسطة تطلق نحن نتكلم عن دبع الكلاس موين طبقة المتوسطة تطلق تنفيذا الحكومة تطلق تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية برنامجا طموحا للدعم المباشر للأسر ذات الدخل المنخفض ومن الطبقة المستعى الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي وتبلغ قيمة هذا الدعم المباشر 100 ألف درهم بالنسبة للمساكن التي تقل قيمتها عن 300 ألف درهم و70 ألف درهم بالنسبة للمساكن التي تتغاوح قيمتها بين 300 ألف و700 ألف درهم وهو ما يمتل ميزانية تقدر بعشادية المليارات قبل ما تخرجوا لا تنسوا تابعونا في 20 فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية